أكد رئيس مجلس الأزراء مصطفى مدبولي أن تطوير موقع التجل الأعظم فوق أرض السلام الذي وجه بتنفيذه رئيس الجمهورية يعد تطويرا كاملا لمنطقة سانت كاترين باعتبارها واحدة من أطهر بقاع الأرض وخلال زيارته لمدينة سانت كاترين أشار مدبولي بشكل خاص إلى ساحة السلام وبجوارها المدينة القديمة التي تشهد أعمال تطوير حاليا وبجانبها الدير قال مدبولي أن البعدين البيئي والتراثي تمت مراعتهما منذ البداية في تنفيذ أعمال التطوير حيث أن هذه المنطقة مسجلة بمنظمة اليونسكو كما أنها تعد محمية طبيعية وأضاف أن المشروع تم تصميمه وإنشائه بطريقة عبقرية جدا بحيث يكون مندمجا ومتلاحما ومنسجما مع البيئة الأصلية للمكان ومنحبتي ومنحبتي يداً ومنحبتي